اشتركوا في القناة نحكي توقعات أسبوع والتوقعات هذه اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الأسبوع بالتفصيل الأسبوعي ولكن الجزء الأول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في أي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الأمور او عركستها واحداث بعض العطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة ومعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حداث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور الها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة في احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم خمسطعش الشهر عنا تراجع ل اورانوس رح يبدأ اورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع عملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم ستعاش يوم ستعاش في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو الى علاقة بالجيش والعلاقة بالحرب والعلاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او توضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر أما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا أنه عطارد رح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا إحنا بالمفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في أول درجاتها وهاي الشغلات الإيجابية أنه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه أنه الأمور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لا إلك معناته اعرف أنه هون بلشت سنتك وبلشت الأحداث الإيجابية اللي تعطيك الإيجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى آخر أنه أحداث الأسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في أشياء إيجابية في أشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في أشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة للي الجميع متعود أني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش أني ما بعرف لا أنا بعرف لأنه كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنت عشان أنت تعرف برج الدولة اللي أنت عايش فيها أو أي دولة أنت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها أو تاريخ عيد استقلالها أو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها أو تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبراج اليومية أنه فيه سلبية على هذا البرج اعرف أنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بعمل إيجابية لهذه الدولة معناته بيعمل إيجابية لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك أما آجي أقول لك أنا في علم الفلك أنه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وأنا بدون ما أحسب له بس أنه هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما يأخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الوعلاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكيك اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء الشغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات سياسية للدول عشان ما نطول حكي لانه في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا بضرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج الحمل طبعا اول شيء بدنا نحكي عنه اللي هو بيت الشخصية عندك بيتك النفسي اللي هو البيت الاول بما انه المريخ موجود عندك اللي بيعطيك جراءة بعطيك قدرة على اصدار القرارات والفرمانات والامور اللي بتتخذ فيها قرارات لحالك او متفرد فيها بدون ما تشارك اي حد فيها او ما بتسمع نصيحة من حد شوي بتعطيك نوع من انواع الايجابية في هاي الاشي ولكن في بعض الاوقات بتكون متسلط وفارض السلطة زيادة عن اللزوم وبتحاول انك تتحكم بالاشخاص اكثر من الطريقة المعتادة وبرضو بتعطيك نوع من انواع التشاؤمية والعصبية والحدية في الطباع اما بالنسبة لبيتك الثاني فطبعا اللي هو اللي علاقة في بيت المال وهذا بيركز على امور الها علاقة باورانوس وبما انه اورانوس بدي تراجع معناته بدك تحذر بالفترة القادمة من بعض الاعطال او المفاجآت على المستوى المالي اللي ممكن تكون مربكة او ما يكون فيها حضوض او تكون مفاجئة بالنسبة للك فبدك ترتب اوضاعك وتعمل خطوط رجعة او خطوط للعودة انه في حال انك انحطيت فيه مأزق مالي تكون انت مستعد بالفترة القادمة حاول انك ما تدخل بمشاريع او بامور الا اذا راجعتها بشكل جيد ما تندفع وما تتهور بايشيء العلاقة بالوضع المالي فالفترة هاي حساسة جدا ففي اشخاص رح يوصلوا لمرحلة او رتبة الثراء بشكل مفاجئ وفي اشخاص رح يخسروا فلوسهم بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الرابع فعندك الزهرة موجودة وهي بتدعمك على مستوى البيت على مستوى العقارات على مستوى الاتصالات العائلية والتوافق العائلي والاجتماعات العائلية وفي فرحة لها علاقة بالبيت أو بتطور بيت أو شراء بيت أو استئجار بيت أو مثلا مناسبة مفرحة بتكون على مستوى العائلة أو مستوى البيت اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا ما زالت الشمس موجودة وعطارد موجود والاثنين بيعملوا بعض الزوايا السلبية فعشان هيك الوضع ممتزج على المستوى العاطفي فجأة بتلاقي العواطف عندك جياشة كثير وفجأة بتلاقي العواطف عندك شوي مرتخية فيها نوع من أنواع التقلبات برضو تخلق نوع من أنواع عدم القدرة على إيصال المعلومة أو تواصل مع الأحبة بالفترة هذه صحيح أن الأجواء بتدعمك في بعض المسائل اللي لها علاقة بالحضوض ولكن في فترات بتعمل عندك تشتيت أو بتتشتت ذهنيا مع حركة العطارد رح تعطيك بعض الإيجابية وقدرة على الإقناع وتوصيل المعلومة للأحبة أو للتواصل ما بينك وبين أحبة أو أبناء أو والدين أو ممكن تنصح بعض الأبناء في أمور إلها علاقة إما بعلم معين أو دراسة معينة للفترة القادمة والجدي طبعا اللي موجود في ثلاث كواكب أساسية اللي هي بلوتو المشتري زحل والثلاث بيتراجعوا فهم بيعملوا تأثيرات على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بنقول لك حاول أنك ما تخسر علاقاتك بالفترة هاي احتك بالمجتمع بشكل جيد ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك أو عن عملك حاول ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو نزاعات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الفترة هاي بتيجي على مرحلتين مرحلة إما بتعزز سمعتك وبتخليك تصل لمراتب الشهرة أو إنها ممكن إنها توصلك لمخالفي وإنذار وممكن تترك عملك أو ممكن مشاكل على مستوى العمل يعني على الجهتين بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا نبتن اللي موجود فيه فعشان هيك بيعطيك بعض الأوهام أو بيخليك تعيش في نوع من أنواع الوسواس وإنت بتتخيل أمراض أو تعب أو أشخاص بتتآمر عليك أو أمور إلها علاقة بالوضع الصحي يعني شوي على مستوى العمل ممكن تفكر إنه فيه حد بتآمر عليك أو إنه بيحتال عليك الفترة هاي أو بيحاول إنه يعمل لك نوع من أنواع المشاكل بدك تكون برضو حذر من هاي النقاط بيت المتاعب بيركز على نقاط إلها أكثر إشي بالعمل والصحة إلك أو لا أحد الأحبة وصلنا للتوقعات الأسبوعية طبعا من عصر يوم أمس العربعاء القمر صار واصل للجوزاء ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فعشان يكبل فترة هاي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إش أنك بالفترة هاي تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال أهم إش أنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب يعني شوي يعجبك أو يكون لمصلحتك في بعض النقاط أهم إش أنك ما تبالغ بمصروفاتك بالفترة هاي ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار يعني يعطيك نوع من أنواع الدعم من منتصف ليل يوم الجمعة على السبت القمر بصير في السرطان حتى صباح يوم الاثنين عشان هيك بالفترة هاي تتركز أموركم على مستوى البيت تنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إش أنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر من التصرف العدائي وما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعاني من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الأسد حتى صباح يوم الأربعاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتنجح في حملة للترويج أو ممكن أنك تكون جريء في طرح موضوع معين بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض وممكن يكون لك بعض الغراميات بهاي الفترة أو المصالحات ما بينك وبين أحد الأحبة من صباح يوم الأربعاء القمر بيكون في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارية للتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو دعم اتجنب الإساءة إلى أصدقائك وشركائك حاذر برضو من التراجع الصحي من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان يعني مباشرة مقابلك وهي أضعف فترة بتكون دائما خلال الشهر اللي هي بيتك السادس سابع ثامن فهنا القمر ما بيشير لتفاهم هدوء أو ود ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر من القطيعة والدعاوي القانونية خصمك في هاي الفترة قوي والعرقية اللي بتستفزك وبتتركز الفترة هاي أكثرها على أمور الهلاقة بالشراك المالية والعاطفية يعني ما بين الأزواج يعني بمعنى آخر أنك بدك تستغل بداية الأسبوع بانطلاقة كاملة وتحاول أنك ترتب كل أمورك اللي تكون أنجزتها قبل ما نصل لنهاية الأسبوع اللي ما رح يكون لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر